جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات منافسة قرآنية وطنية سامقة تهدف إلى تشجيع الناشئة للإقبال على كتاب الله تعالى حفظاً وتلاوة وتفسيراً وتجويداً تنافس في مجدها أكثر من 1900 متسابق ومتسابقة خلال عشرين عاماً يمثلون كل شبر من بلادنا الكريمة في هذه الدورة العشرين 126 متسابقاً ومتسابقة تميزوا على أقرانهم في المناطق والمحافظات واجتازوا التصفيات الأولية فاستقبلتهم الوزارة في الرياض استقبال المبدعين المكرمين للمنافسة في حفظ كلام الله تعالى عكف على تقييمهم وتمييز مستوياتهم عشرة محكمين ومحكمات من ذو الخبرة والمهارة والمعرفة ورصدت للمتنافسين جوائز قيمة ومكافآت جزيلة للثلاثة الأوائل في الفروع الخمسة بمجموع يصل إلى مليون ونصف مليون ريال للبنين والبنات وقد صاحب الجائز عبر سنيها السيمان دورة تدريبية على مهارات التحكيم أفاد منها أكثر من أربعمائة وعشرين متدرب ومتدربة ودورة أخرى حول التنمية في علوم القرآن الكريم كما تقدم الأمانة العامة للمسابقة إصدارات علمية واستشارات للجهات المماثلة وتقيم شراكات تفاعلية عدة مع المؤسسات القرآنية وهذه بعض إصدارات الأمانة وللأمانة حضور ومشاركة في الشبكة العنكبوتية وفي برامج التواصل الاجتماعي والمبادرة والمشاركة في المناسبات الوطنية ترجمة نانسي قنقر